السلام عليكم يعطيكم العافية حبايبي اللي صغار كيف كوي يصف ثالث ان شاء الله الثالث اليوم بدنا نكمل مع بعض الاشي اللي كنا مبلشين فيه كنا حكينا قبل هيك عن اقسام الفعل حكينا انه الفعل يقسم لثلاث اقسام بناء على وقت حدوث الفعل او على زمن حدوث الفعل في الفعل اللي حدث وانتهى قبل ما انا ابلش احكي عنه هذا اسمه الفعل الماضي في الفعل اللي لساته بيحدث وانا عمالي بحكي عنه هذا فعل مضارع مضارع ماله مستمر اثناء الكلام عنه في فعل الطلب بنسميه فعل الطلب يلي هو فعل الامر يلي هو احنا من خلاله بنطلب حدا انه يعمل شيء معين اليوم يا ثالث بدنا نبلش باول نوع من انواع الافعال يلي هو الفعل الماضي الان الفعل الماضي هو فعل صار وخلص انتهى قبل ما انا ابدأ بالكلام عنه طبعا انتهى ممكن قبل دقيقة ممكن قبل ثانية ممكن قبل ساعة ممكن قبل سنة اهم شيء انه انا لما بدأت احكي عنه هذا الفعل كان منتهي كان منتهي مثل فتحت فتحت او فتحت المعلم الباب فتحت المعلمة وكملت قبل ما انا ابلش احكي عنها ذهب احمد مع والده الى السوق لاحظوا ذهب وخلص هو راح قبل ما انا ابدأ احكي عنه هو راح قبل ما انا ابدأ احكي عنه مثل كمان عاد ابي من السفر سالما عاد هو اجا وخلص ابوي رجع وخلص شرحت المعلمة الدرس ببراعة مثلا شرحت هي شرحت وكملت متى قبل ما انا ابدأ بالكلام عنها هي شرحت وكملت مثل كتب الطالب او نسخ همام الدرس نسخ همام الدرس الان همام نسخ وخلص قبل ما انا ابدأ احكي عنه يسالث ذهب الطالب الى المدرسة ذهب وخلص قبل ما انا احكي عنه هاي كل ياتهم يسالث بنحكي عنهم افعال ماضية اذا بننتفق مع بعض يسالث انه الفعل الماضي هو حدث يعني فعل مرتبط بالزمن الماضي يعني وقع قبل ما احكي عنه وقع قبل ما انا ابدأ احكي عنه الان بدنا نتفق مع بعض انه حركة الفعل الماضي هي الفتحة هي الفتحة خلينا نعطي مثال على الفعل الماضي جلس خالد في الحديقة جلس خالد في الحديقة الان خالد جلس وخلص قبل ما انا ابدأ احكي عنه هو انتهى من الفعل جلس في الحديقة قبل ما أنا أحكي عنه فشو بحكي جلس خالد يعني هذا الإشي صار زمان أميت زمان ممكن قبل سنة ممكن قبل أسبوع يمكن قبل ثانية يمكن قبل دقيقة بس تمام يا ثالث تمام يعني إحنا مش معينين بزمن معين ممكن من الثانية للسنة يكون معانا وقت الآن جلسة فعل ماضي ليش يا ثالث لأنها بتدل على حدث صار وخلص بتدلني على فعل صار وانتهى أميت زمان متى زمان زمان ما بعرف أميت هسا يمكن قبل ثانية زي ما حكيت مش معنيين إحنا بوقت معين مش محددين بوقت معين ولكنه حدث الفعل وانتهى قبل ما أنا أبدأ بالكلام عنه تمام يا ثالث بدنا نتفق مع بعض يا ثالث حركة الفعل الماضي هي الفتحة هي الفتحة يا ثالث مين يعطيني أفعال ماضية أفعال ماضية خلينا نكتب هون أفعال ماضية مثلاً قال جلس مثلاً نام باع سار عاد كتب رقص درس 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 سجل بدأ مثلاً هاي كلها أفعال ماضية لاحظت يا ثالث كلياتهم شو حركتهم؟ كلهم حركة الفعل الأخير أو حركة الكلمة حركة الحرف الأخير بالفعل هي الفتحة إذن الفعل الماضي هو ما حدث وانتهى قبل بدء الكلام عنه يعني صار وانتهى قبل ما أنا أبدأ عنه في الزمن الماضي مثل جلسة الآن حركة الفعل الماضي دائماً فتحة دائماً فتحة طبعاً فيما بعد رح نأخذ موضوع معين مرتبط في الفعل الماضي لا قدام شوية إن شاء الله بنأخذه يا ثالث مع بعض والآن يا ثالث بعد ما أنهينا موضوع الفعل الماضي خلينا نحل مع بعض التمرين حدد الفعل الماضي في الجمل الآتية واكتبه في الفراغ إحنا الآن في التدريب الأول حدد الفعل الماضي في الجمل الآتية واكتبه في الفراغ مطلوب مني أحدد الفعل الماضي بس أحط عليه خط وأكتبهم في الفراغ نقرأ جملة جملة وقف الطائر على غصن الشجرة وقف الطائر على غصن الشجرة الآن على حرف جر غصن اسم الشجرة فيها أل التعريف إذن هي اسم وتنتهي بتاء مربوطة إذن هي اسم الطائر برضو فيها أل التعريف إذن هي اسم وقف الآن لما وقف بذل مجهود واحتاج لوقت فإذن وقف فعل طب وقف أميت الآن يقف ولا وقف وخلص ولا سيقف شو اللي مكتوبة عندك هون أحسنتم وقف وانتهى وقف وانتهى إذن وقف فعل ماضي برافو عليكو يا ثالث اثنين الجملة الثانية رسمت ليلة وردة جميلة رسمت ليلة وردة جميلة من يستخرج للفعل يلا يا حلوين من يستخرج للفعل أيوة من طلع مع الفعل برافو عليكو يا ثالث رسمت هي الفعل رسمت هي الفعل ليش؟ لأنه لما رسمت بذلت مجهود وحتاجت لوقت ولما بقول رسمت يعني انتهى الفعل قبل بدء كلامي عنه السؤال الثالث المعلم شرحت درسة المعلم شرحت درسة وين الفعل يا ثالث وين الكلمة اللي بدلني على أنه الشيء اللي حدث بذل فيه مجهود وحتجنا لوقت فيه المعلم اسم أحسنتم والدرسة اسم هيقل التعريف هيقل التعريف علامة الأسماء شرحة برافو هو شرح وانتهى قبل ما أنا أبدأ بالكلام عنه إذن شرحة فعل ماضن شرحة فعل ماضن أربعة والدي ذهب إلى السوق والدي أبوي يعني ذهب إلى السوق وين الفعل يلا يا شطار آيا خالد وين الفعل حبيبي آيا روز وين الفعل يلا يلا يان فكرتي برافو عليكم ذهب هي الفعل لأنه ذهب بدلني على أنه فيه إشيء صار فيه حدث فيه فعل الفعل هذا بذل فيه مجهود وحتجنا فيه لوقت وفعل ذهب لما أحكي ذهب من خلال معنى الكلمة بنتبه على أنه ذهب وانتهى هو راح وخلص إذن ذهب فعل ماض ذهب فعل ماض والآن يا حلوين ننتقل مع بعض للتدريب الثاني تدريب الثاني تدريب حلو بعتمد على أنه نكون انتبهنا هون إحنا شو حكينا قبل ما أبدأ بالتمرين برد أعيد حركة الفعل الماضي هي الفتحة حركة الفعل الماضي هي الفتحة تدريب الثاني نقرأه أعد كتابة الجمل الآتية مع تصحيح الأخطاء بدأ أقرأ هاي الجملة وأعيدها هون وأصحح أخطاءها الآن الجملة الأولى جلس خالد في حديقة المنزل تبهوا لي على الجملة وين الخطأ فيها طب جلس مكتوبة صح خالد صح في صح حديقة صح المنزل صح وين الخطأ؟ ركزوا لي على حركات يا ثالث الخطأ الإملائي ممكن مش ضروري يكون بحرف ممكن يكون بحركة أحسنتم جلس جلس فعل ماضي الفعل الماضي حركة فتحة فعل الماضي حركة فتحة مش سكون جلس خالد في حديقة المنزل برافو يا ثالث اثنين لعب الأطفال كرة القدم وين الخطأ؟ برافو شطورين يا ثالث برافو عليك يا أسيد شطور يا أسيد هون بدل ما هي اللعب خطأ الفعل الماضي حركة فتحة فبدأت تكون لعبة لعبة الأطفال كرة القدم بهيك بنكون أنهينا يا ثالث قاعدة الفعل الماضي الفعل الماضي حكينا هو حدث ارتبط في الزمن الماضي احتجنا فيه لوقت وبذلنا فيه مجهود طبعا أكيد لأنه فعل انتهى قبل وقت الكلام عنه وحركته هي الفتحة بهيك يا ثالث يعطيكم الف عافية بنكون أنهينا درس الفعل الماضي